اكيوت لينفو بلاستيك لوكيميا او الل عندنا فيه ثلاث انواع من الل زي ما قلنا قبل كده خلايا بتاعتها بيكون صغيرة واموجينوس شبه بعضها بلاستات كلها قريبة من بعض في الحجم مصلي بتحصل فيه اتشالدرن يعني كومن لالوان في الاطفال اللي توه العكس تماما خلايا كبيرة مختلفة في الحجم وغالبا بتبقى موجودة في الادلتس كبار شوية اللي هم الماليين احنا اتفقنا عليها قبل كده قولنا انها ساتول نسمحها بيزوفيليك ومليان باكيولز وحبيبات وسمية بيركت باسم العالم اللي اكتشافها الاول طيب عندنا فيه شريحتين هنا نجيبهم كمثال لانواع الال هنلاحظ ان شريحها رقم واحد لو ندي ترديل رقم واحد كلها عبارة عن لينفو بلاس وكلها قريبة من بعض فيه الحجم نور عليها الوان الل او الوان النوع الال والساب تايبس الوان طيب الشريحة رقم اتنين ايه رأيك فيها واضح جدا البيزوفيليا اللون الازرق في السيتو بلاس دي بلو واضح جدا الفاكيوليشن شوف الفاكيوليشن واضحة ازاي لدرجة انها ظهرت كده انتشرت طيب دي تبقى ايه بقى الل 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 سب تايب الل ثري اشتركوا في القناة